يقول السائل في قريتنا إمام غير راتب يقوم ببعض الأعمال الغير مقبولة منها أنه يدعو إلى إقامة الولائم حول القباب وأنه يدعو إلى التبرك بالأولياء والصالحين السؤال هل تجوز الصلاة وراءه أم لا وإذا مات هل نصلي عليه أم لا وما حكمه مع هذه الحالة الذي يدعو إلى التبرك بالقبور والذبح لها والاستغاثة بالأموات هذا مشرك خارج من الإسلام لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه ولا يجوز أن يكون إماما للمسلمين فاحذروا من الصلاة خلف هذا إلا أن يتوب إلى الله عز وجل عليكم أن تدعوه إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله عز وجل وإلى التوبة من هذه الأعمال الشركية فإن لم يتوب فلا تصلوا خلفه لأن الصلاة خلفه غير صحيحة نعم